المسّل جان للإنسان وما بالنسبة أنواع المسّل الشيطاني قد يظهر المسّل الشيطاني على المصاب به في شكل نوبات قصيرة من الدوار وفقدان الشعور يعني يحس بدوران في الرأس واضطراب تعابير الوجه وقد تمر سريعا جدا دون أن يلاحظه أحد من من حول المصاب هذا شكل من الأشكال وقد يتشنج عضو من أعضاء الجسم كالذراع أو الرجل لا يفقد المصاب شعوره إلا أنه يفقد قدرته على التحكم في هذا العضو يعني يفقد السيطرة على اليد الذي يكون العارض موجود فيه قد يكون الجني موجود في اليد فيسبب بأدم المقدرة المريض أو المصاب بالمس السيطرة على اليد أو الذراع أو أي مكان آخر وقد يتشنج الجسم كله ويتخشب ويكون المصاب في حالة لا شعورية أو يمشي دون إدراك ويتكلم كلام غير مفهوم غير منسق ويجيب إجابات مضطربة تستمر إلى دقائق أو تطول إلى حتى ساعات إجابات يتكلم 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 هذا فيه مس شيطاني يعني نجمل ذلك فنقول المس الشيطاني أربعة أنواع ما هي المس الشيطاني أربعة أنواع وهم مس كلي اقتران كامل يمس الجسد كله وهذا تراه المجنون الكامل الذي يمشي فيه الطرقات والشوارع أحيانا يمشي من غير ملامس هذا مس كلي داخل فيه شيطان متلبس فيه وجالس فيه مس جزئي يمش عضو واحد من الجسم كالذراع الرجل اللسان العين ترى حركات غير طبيعية أو عدم القدرة على استعمال هذا العضو إذا كان الضراع أو اللسان أو العين مس دائم يستمر الجني في جسد الإنسي لمدة طويلة يبقى الجني في جسد الإنسي لمدة طويلة مس طائف لا يستغرق إلا لحظات قليلة مس طائف قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون إذن ممكن أن يمس طائف الجني الإنسي شكرا